بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية من المحور السابع سنتعرض في هذا الفيديو إلى مقدمة فيما يخص الشير فورس والبندنج مومن دياجرام سنتعرض أيضا إلى الـ types of beams and types of loads ثالثا سنأخذ example لحساب الـ reactions في البداية لما يكون معنا بيم بهذا الشكل عليه أحمال قد تكون concentrated force قد تكون عزم قد تكون distributed load ينجر عنه إيش ينجر عنه هذا التقوس وهذا الانحناء ما يسمى بالبندنج أيضا هنا طبعا هذا كانت تليفور بيم هذا سمبلي سبورتد بيم هذه الأحمال وهذا البندنج ينجر عنه إيش؟ ينجر عنه داخل المادة ينجر عنه شير وينجر عنه بندنج بندنج مومنت types of beams أول نوع هو السمبلي سبورتد بيم أو يسمى أيضا سمبل بيم تكون بيم سمبلي سبورتد وعليها أحمال بأنواع مختلفة زي هنا مثلا distributed load concentrated load أيضا concentrated load دائما وأبدا مطلوب إيش حساب الـ reactions النوع الثاني كان تليفور بيم أو يسمى بالfixed end beam ممسوكة من جهة واحدة طبعا الأحمال اللي عليها ينجر عليها إيش؟ ينجر عليها reactions في اتجاه الـ y والـ x وأيضا ينجر عنها resistant moment النوع الثالث beam with an overhang أو يسمى أيضا overhanging beam جراء الأحمال اللي موجودة ينتج reactions are a and are b at the support أنواع الأحمال type of loads النوع الأول concentrated load القوة المركزة النوع الثاني distributed load طبعا هنا distributed load هذا distributed load uniform distributed load وفيه linear varying load متغيرة بطريقة خطية ثالثا الكبل أو العزم نأخذ مثال لحساب الـ reactions مع هذا simply supported beam على هذه الرسمة الأحمال اللي موجودة عندنا ينتج عنها إيش؟ ينتج عنها أحمال وينتج عنها عفوا reactions ردود فعل r a و r b r a بتكون هنا في اتجاه الـ x وفي اتجاه الـ y نطبق قانون sigma f يساوي 0 و sigma m يساوي 0 condition of equilibrium sigma f على x يساوي 0 نعرف بها h a تساوي p1 cos alpha ثم بعد ذلك sigma m في النقطة b يساوي 0 نيوتن نعمل المجموعة عشان نحسب إيش؟ نحسب r a ثم العزم في النقطة a مجموعة العزوم في النقطة a ساوي 0 أيضا نستعمله لحساب الـ h لحساب r b نعمل المجموعة العزوم